السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة من تواصل في هذا البرنامج نحن نحاول في كل مرة أن نكون جسرا للتواصل بين كل حد طالب خدمة صحية ونحاول إن شاء الله نكون في ظهره نمد يد العون له برغم أن البرنامج الحقيقة عرض في حلقات سابقة كثيرا أن نحن بنساعد مساعدات طبية بس لكن الوازع الإنساني بيقتضي أنه لو حد اتصل بينا حتى في حاجة غير طبية أو صحية بنعرض الرسالة واللي يقدر يساعد يتفضل يساعد ولا نفرق بين مسلم ولا نفرق بين مسيحي ولا نفرق كلنا أهل كلنا إخوة كلنا شركاء في الوطن كلنا أحباب في سفينة واحدة يعني وطيرتها القلوب علشان كده النهاردة أنا جات برسالة من أخ محترم جدا اسمه فخري كامل برسوم جرجس بيعتز بالبرنامج وأنا بقدم الرسالة دي ورغم أنه طالب مساعدة علشان هو من النسبة يمكن 5% وعنده بعض العوائق اللي تخليه يعمل ويشتغل ويكتسب الرزق يعني إلا أني وجدت أنه لا بد أن أعرض الرسالة ومحتفظ أنا بالرقم يعني أي حد يقدر يساعد أخونا المحترم في فخري كامل برسوم جرجس من قرية مش عارف قلة أو تلة قلة أو تلة مركز المينيا في المينيا يعني ناس المينيا يعرفوا النطق الصحيح للكلمة مرة كتبت قلة ومرة كتبت تلة بالته المربوطة يعني قاف لام ته مربوطة ومرة ته لام ته مربوطة مركز المينيا محافظة المينيا فخري كامل برسوم جرجس عنده مشاكل وعايز أحد يساعده إما بتعيين تابع الخمسة في المية أو مساعدة مادية إحنا طبعا هحاول أتواصل مع حد من حبيبنا في الوزارة التضامن إن شاء الله بإذن الله ونحاول نساعده برغم إن البرنامج معمول أساسا للمساعدات الصحية لكن مدام حد بيشاهد البرنامج فلازم التنويه عن حالته رقمه معايا فخري كامل برسوم جرجس من المينيا العنوان اللي أنا قلته النهاردة الحقيقة يعني بدردش مع الإخوة الأحباء في الستوديو سألوني أسئلة كتير قبل ما أبدأ عن كورونا فقررت أغير كل اللي كنت أعمله وقلنا تعالى نقول أسئلة حائرة حول كورونا لأن الحقيقة حينما نتحدث عن كورونا لابد أن يصمت الجميع ليس لقيمة المتكلم ولكن لقيمة الموضوع ربما للإثنين معا ولكن مش عشان أنا اللي بتكلم أنا يعني ولا حاجة في بحر العلماء المحترمين الكبار ولكن أقصد إن الموضوع طفع على السطح فأصبح له طابع خاص يقتضي إن إحنا نتابع فقلت لهم طب تعالوا كل الأسئلة اللي سألتوا هل النهاردة وتكلمنا فيها نقولها للسادة المشاهدين ونجمع هذه الأسئلة فالنهاردة الحلقة مقسومة لنصين حيبقى معنا طبعا الدكتور جمال فرويز واستاذ الطب النفس في جامعة القيارة وهيغطي نقطة صغيرة ألا وهي دور الحالة النفسية في كورونا النهاردة الحقيقة أحد الناس اللي كنت بعالجها محافظ سابق محترم جدا من المحافظين المحترمين ضابط شرطي كان عنده كورونا فبرضو المعلومات اللي تقالت في الحوار هحاولوا النهاردة برضو يعني من موضع المتلقي للأسئلة قلت طب إحنا لو قلنا للناس دي كل الأسئلة بأجوبتها أعتقد إن إحنا حنقدر نقول حاجة الحالة النفسية في كورونا الحقيقة اللي هيغطيها أستاذنا الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة وهو من الناس المحترمة المشهود لها يعني من الأعلام في مجال الطب النفسي الحقيقة الدكتور جمال فرويز وببقى حاسس بدفء وانتعاش وهو معايا على الحلقة لأنه وجود عالم بثقل الدكتور جمال فرويز بيضي للحلقة طعم ولون ورائحة ونكهة بالزياد إنه هيغطينا نقطة وهي الناس اللي ما جاتهاش كورونا الحالة النفسية تساعد إنها تقف في الحرب ضد كورونا إزاي معايا الدكتور جمال فرويز السلام عليكم أهلا سبحان حسين بإزاي حضرتك دكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي أهلا بيك معايا في هذه الحلقة أهلا وسهلا بإزاي حضرتك ربنا يخلى حضرتك يا رب دكتور جمال عايز الشقين بتوع الحالة النفسية إزاي الحالة النفسية بتساعد إنه الواحد يقف في وجه كورونا ولو جات كورونا إزاي الحالة النفسية بتساعد في تخطي هذه المحنة اتفضل حدث والله بك يا فرويز أعايزين نفهم الناس بس ده إزاي مهمة إنه المناعة العصبية النفسية دي مهمة جدا إنه دي من سنة الثمانين وتم عمل بحث في ألمانيا الدكتور كوهلر هناك وقال لك أي حد بيبقى عنده توطر أو اكتئاب أو ألع نفسي نسبة الإصابة بأي أمراض جرسومية أو أمراض وبائية بتزيد بنسبة 30% عن الطبيعة ودي طبعا نزلها للسغيرة طبعا بالتالي بذلك إنه في ناس كتيرة جدا من الأسف بتوطر والخوف والقلق من المرض بيزود احنا دايما بنقول لا احنا نقلق بالدرجة السليمة اللي هي نلتزم بالكمامة أنا المسافة الآمنة نفتعد عن أماكن الزحمة النزوم الضرورة القصوى مش أكثر من كده ولكن الخوف الشديد بيجيب مرض ليه؟ أنا الخوف الشديد هنا بيجيني عراضين فيه أعراض بيجي نسميها الأعراض الجسمانية النتيجة عن التوطر النفس الشديد ده بيجيني اصدار زغلالفين يجفف في الحلق ضربات القلب الزيادة ألم في المعدة في القولون رعشة في الجسد تنميل في الجسد ده أعراض مشابهة لأعراض الكورونا في بعض الناس المهمة زوج الشخصيات الوسواتية أو مرض الوسوات القاري دور يا فندم بيحصلهم حاجة مع التواهم المرضي وهي برضو بيجيب أعراض جسمانية قريبة من أعراض الكورونا بالتالي نجد أن هذين النوعين بيعملوا ضغطة على مقدم الخدمة الطبية للكورونا وبياخدوا أعطوية الكورونا بدون ما يكون عندهم كورونا لمجرد عندهم ألع فاحنا بنقول للناس نهده خالص نتعامل بكل الاحترازات اللي هي البعد عن الناس في المسافة الآمنة في ده الكمامة إن شاء الله كل الناس تعد بالخير بصرحة بيجيب طيب ما بعد كورونا حد بقى حصله ربنا يحفظ الجميع حد حصله كورونا إيه دور بقى الحالة النفسية يعني برضو هل الحالة النفسية والتلقي الخبر بتؤدى وبرزانة بهدوء نفسي يساعد كيف يساعد الهدوء النفسي مريض كورونا أن يتخطى كورونا نحن بنقول للناس دايما المريض بتاع الكورونا نحتاج دعم معناوي ونفس بمعنى الناس ما تخافش منه نتكلم معه في التليفون نتطمن معاه نوطل له راحة النفسية في المكان اللي بيتعالج فيه نوطل له أكلة كويسة بيحبها نوطل له شاشة تليفزيون يتفرج على برامج بيحبها دايما الناس اللي بتحبه تتكلمه في التليفون تتطمن عليه دائما نحاول نتكلمه من وراء فاصل زجاجي من وراء الكمامات والعوازل بحيث أننا نحسسوا أننا موجودين معاه ما هيش وصمة أنه هو مريض كورونا ده مرض يمكن أي حد فينا يتعرض إليه ولكن احتياجه للدعم النفس الشديد بيساعد كتير جدا جدا في تخطي المرض ولكن لو حسسناه أنه ده وصمة والناس خايفة منه وأهله مش عادي يتعاملوا معاه ده بيزود الأسس من سوء الحالة المرضية تمام بكتور جمال فرويس بشكرك على هذه المشاركة ودايما مساهمتك معنا بتبقى رائعة جدا أنا بشكرك أشكر معاليك يا فانديم يعني كلمتين أطلع منهم بهذه المكالمة مهمين جدا دراسة سنة الثمانين عملها العالم كوهلر هذا العالم قال أنه لو أي حد توطر أي حد قلق أو تم شعر بالقلق غير النفسي وغير الصحي إذا حاجة معينة احتمالية تعرض للإصابة بتزيد تلاتين في المية تلاتين في المية تلاتين في المية حطوا سنة الثمانين كوهلر تلاتين في المية التلات كلمات دول يبينوا قد إيه التوتر ممكن يجيب أمراض يجيب أمراض يجيب أمراض حاجة تانية الدعم النفسي لمريض كورونا من أهله ومن الناس اللي حاوليه بحيث تبقى حاجة إيجابية مش حاجة سلبية نرجع تاني بعد مدخلة الأستاذ دكتور جمال فرويز إلى موضوعنا هو النهاردة طرح برضو المناعة العصبية النفسية والأعراض الجسم نفسية أو النفس جسمية لو حد يعني طلع من المكالمة دي بتلات كلمات طيب زي ما بقولكم النهاردة قررت أعمل حاجتين طيب معنا الحاجة مسعدة أحد المشاهدين للقناة حاجة مسعدة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك حاجة مسعدة الله يخلي أنت حملتيني أمانة أنك عايزة تشاركي في البرنامج النهاردة وأنا قلت لازم أخليك تشاركي عشان أبقى وفيت بواحد معاك تفضلي ربنا يخلي عايزة تسألي إيه تفضلي كنت عايزة أسأل حاضرتك بالنسبة للدهون اللي هي عكب هي دي ليها ليها يعني ليها دعوة بالموضوع السكر طبعاً هقولك حالاً دلوقتي حاضر عايزة تسألي حاجة تاني ولا خلاص وعايزة حاجة ليها بقى تقولي يعني علاج أو حاجة مشروبة معينة تنزل لي الدهون دي حاضر عايزة تسألي حاضر حاضر ورقة وقلم أنت وكل المشاهدين لأن احنا في هذا البرنامج أنا قلت مش هنعمل دعاية للدكتور حسين الشورى ولا لعيادات ومراكز الدكتور حسين الشورى في البرنامج ده احنا بنحاول نساعد حقيقة حقيقة عشان كده كل مرضى دهون الكبد يحاضر ورقة وقلم دلوقتي ويكتبوا ورايا حاجة لدهون الكبد من الأدوية اللي مهمة لدهون الكبد الحقيقة حاجة اسمها الفاركوفيت الفاركوفيت من الأدوية المهمة لو حد بيكتبوا ورايا دلوقتي أو جنب السيدلية يقول له عايز فاركوفيت ياخد كابسولة الصبح وكابسولة بالليل أو الهيبا ماكس بلس كابسولة الصبح وكابسولة بالليل هيبا ماكس بلس الحاجتين دول بيعالجوا دهون الكبد وبيزبط الدنيا كمان مادة الجلوتاثايون من المواد المهمة جدا اللي تخلي الدهون ما تتركزش ولا تترسب في الكبد طب هي ايه دهون الكبد حنجاوب بسرعة عشان خاطر عيون الستة الطيبة المحترمة مسعدة بعد ما اسمع محمد من الأخصر السلام عليكم ازايك يا أستاذ محمد من الأخصر ازايك يا دكتور افضل يا حبيبي عمك محمد عبدالهار اهلا وسهلا اه طبعا فوق الدماغي أستاذ محمد انت أستاذي طبعا وده شرف ليه يعني ربنا يديك الصحة وأنا يعني أدين لك بكل فضل وهذا الاتصال والله مفاجأة وليس مرتبا وأشهد الله تفضل يعني الآن أستطيع أن أقول أنني نلت هذا الشرف تفضل يا دكتور سمعت أنا كان عندي جيد حزام حزام ناري حزام ناري يا فندم بسيط فكان بسيط خالف وبعد المهم إنها بيجي يحتفل شوية دا مع العلاج وصل دلوقتي لكفة ساعة رجل الشمال كف رجل الشمال كمام يا فندم اه لغاية دلوقتي لحس بغزيز كده فيها فجئات كده طيب حضر أنا منها بحبها أرفع حاملنا ورفعها مننا حاضر أقول لك حاجات كتير في الموضوع بس عايز أسألك هل يأترى الظهر بيوجعنا أسفل الظهر لا مفيش حاجة مفيش حاجة في الفقرات خالص اه خالص ولا عندنا سكر خالص فيه سكر كان يخفص بفصيلة بس حالي يتركه في ثلاثة ايام كان ستة وثلاثة من عشر ستة وثلاثة من عشر جميل خالص الرجلين ولا رجل واحدة يعني ممكن يبقى رجل رجل حضرتك والتانية أقل شوية بس الرجلين ولا لا نطلق الرجلين أنا ما شفتش حضرتك يمكن من تلاتين سنة اه والله صح والله طيب حتى حضرك دلوقتي بعد هذه السنين مليانت شوية ولا رفيع لا مليانت شوية مليانت شوية طيب ربنا يديك الصحة وطلط العمر 84 تقريبا اللي وزن 84 والطول كام يا أستاذي والطول ساعة يعني ساعة 174 174 طمع حاضر حضرك نورت وكل أستاذ دا الرسمي يعني هو تاج فوق راسي أنحني احتراما لكل من علمني حرفا واحدا أشكرك طيب فعلا أحد أستاذيتي اللي درسوني المحترمين جدا وكل أستاذيتي أنا أستاذيتي اللي درسونا محترمين الحقيقة وجيل لن يعوق يعني الأستاذ محمد عبدالهادي بالناس اللي درسوني وفعلا أنا بقى لي أكثر من 30 سنة أنا ما شفتوش فعلا لأنه هو في الأقصر وأنا في القاهرة يعني ما شايتش ظروفنا نشوفه بساعة أتكلم عن حالته بسرعة إكراما لاتصاله وإكراما لأنه أستاذي يعني واحد يسألني هو أنت ليه سألته على السكر وأنت ما تعرفش أنه عنده سكر لما حد يا جماعة يبقى عنده تنميل في الرجلين والتنميل ده ممكن يبقى لسعان يعني يشبه الحزام الناري وبالمجلس بقى ما هو الحزام الناري حزام الناري ده نطلق عليه إحنا حزام من الجمر حزام من الجمر يعني ربنا ما يصب بي حد يعني لأنه والتهاب من الأحصاب بفيروس من الفيروسات هذا الفيروس لما يصيب الجسم الأحصاب تحديداً بيبقى كأنه حزام حزم البني آدم بكتلة من الجمر فحضرتك لما تعمل الخرز عقد هو بيعمل الجمر عقد يعني عقد عقد زي العقد اللي بتلبسه السيدات ولكن بدل محباته من الخرس بيبقى من الجمر فبفحلا بيبقى صعب طيب هل يترى الحزام الناري اللي أستاذنا أستاذ محمد عبدالهاد اشتكى منه هل هو انتقل لمكان آخر ولا يكون السكر لأن السكر ساعات يدي تنميل أو لسعان أو برودة أو تختلف خالص المسميات خالص من حد الآخر ولكن هو الكهاب في الأحصاب التهاب في الأحصاب عشان كده أنا سألت رجل واحدة ولا الاتنين لأن السكر مش هيمسك رجل ويسيب رجل في الغالب بيمسك اللي إيه الرجلين لأن السكر ده مرض مسك الجسم كله فلما يروح لرجل يسيب الرجل التانية ليه بصفة إيه فبالتالي بيبقى الرجلين دي نقطة النقطة التانية واحد يسألني طب سألتوا على الظهر ليه إعلقة فقرات الظهر بالموضوع الرجل بيحكي لك على مرض جلدية على فكرة هو تابع الجلدية معايا ولاق بالبحيرة هاخد سؤالها وبعدين أكمل للأستاذ محمد عبدالهادي وموضوعه المهم ويعني أنحني احتراماً لكل أسد ذاتي أستاذ ولاق بالبحيرة السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام أخت ولاقة فضالي لو سمحت يا دكتور أنا أشال المرارة وعندي على طول بعد الموضوع ده بيبقى زي بقطعش في بطن كده وأنا بعمل حمام وبعد بعمل أعمل حمام يعني زي التعنية كده ما برتحش برضو بيبقى في واجه في بطن تمام فأنا مش عارفة إيه السبب وعندي مشاكل في معدته على طول عن التهابات فيها بس أنا عامل المقروب المحلزوني وما أطلعش عندنا حلزوني طيب أستأذنك القولون العصبي أخباره إيه يعني فيك يركبه في البطن أصوات أسمع أصوات في مغس كل ما روش لدكتور يقول أنت عندك القولون العصبي تمام قولون عصبي البراز لما أخذ قطع كده يعني بتاخدش بالك البراز شكله إزاي مختلف شكله الدكتور سألنا عن شتادي أما بيبقى فيه تعنية بيبقى زي المخاط كده يا دكتور مخاط فيه دم معاه ولا مخاط بس لا مخاط بس كده وعلى فكرة يا دكتور أنا على طول عندي برضو وسواس إن أنا عند كورونا ورحت لدكتور برضو جات للأعراض كلها وقال أنت ما عندكش أي حاجة تمام فأنا عايزة أعرف إيه علاج الوسواس ده برضو تمام ألف سلامة كان معنا الدكتور جمال فرويز طبعا أستاذ طب النفس من شوية طب عايزة أسألك الألام حاولينه السرة وعملت أنتقل ولا واخده جنبين كده في القولون نازلين كده ساعات الألم يبقى حاولينه السرة ومنتشر بص يا دكتور أنا ساعات جنب الشمال يوجعني شوية وبعدين جنب اليمين يوجعني شوية بس ساعات نخش الحمام بطني كلها دي بقى فعا تقطيع تمام أرتاح بعد مدخل ولا بعد الحمام بيبقى فيه تقطيع لا بغيب فترة يا دكتور ممكن من الصبح مثلا للصاح بشر على كده بطني بتوجعني وبعد كده برضو لو بالليل مثلا من بالليل ليه فترة معينة وبعد كده بطني تخف من كم لكم يعني وقت إيه أستأذنك ممكن يعني يطغيب بطني توجعني سحتين تلاتة كده أخش الحمام ومرتحش يبقى فيه واجع في بطني برضو تمام طيب عايزة أسألك هو الشكوى دي قبل شيء للمرارة كانت موجودة أنا أفتكر يا دكتور إن أنا كنت بتخسل الحاجات دي بس مش على طول يعني المرارة لما تشالت الحالة سائت ولا تحسنت لا الحالة سائت ما بقتش زي الأول كنت الأول كويسة طيب أخر سؤال أكلنا مسلوق في مسلوق ولا ساعات بنلخبط لا يا دكتور أنا بلخبط طبعا باكل كله كنت متأكد إنك هتجاوب كده يا أستاذة أولاء أشكرك عايز تسألين أي سؤال قبل مأفل شكرا يا دكتور والنبي جاوبني يا دكتور الله يرحب لي حاضر ألف سلامة ناس البحيرة غالين علي لأن أنا كنت فاتح عيادة في البحيرة لمدة 6 سنين الحقيقة في شارع أحمد عرابي فوق جويش للأدوات الكهربائية فناس البحيرة وضمانهور غالين علي جدا عند جامع التوبة كده طيب الأستاذة أولاء من البحيرة أنا سألتها كم سؤال ولو حد بيحلل أسئلتي حيعرف إن كل سؤال أنا سألته كان ليه مغزة أو من وراء حاجة همسة في أزم كل اللي عايز يشيل المرارة مش كل اللي شاله المرارة استريحه همسة في كل اللي عنده المرارة وحنعمل حلقة عن المرارة حلقة مهمة جدا هتكون إمتى نشيل المرارة إمتى الطبيب لازم يشيل المرارة طب إمتى يسيبها تمام الحقيقة اللي شاله المرارة أغلبهم ماستريحش والمشاكل بتاعت الماء قبل المرارة بتتكرر ما بعد المرارة لأنه جزء كبير من المشاكل اللي عين المرارة كان بيعاني منها كانت أصلا قول عصبي فلما تشالت المرارة الألم زي ما هي فبالتالي ماستريحش كتير كمان مريض المرارة اللي شال المرارة لازم يعرف إن المرارة كانت بتهضب الدهون فما يلخبطش زي الحاجة ولاء الحاجة ولاء بتلخبط طب وانت مش عارفة إن الدهون والمسبك والحراء والحاجات دي الدهون تحديدا كانت المرارة بتهدمها بتهضمها فإحنا رمينا المرارة في الشارع فحضرتك لازم تكل مسلوق في مسلوق وتلتزمي بهذا القولون طبعا قولون عصبي وده حالة بينة جدا قولون العصبي يشخص بشوية حاجات مش بحاجة واحدة تمام أحدها اللي قالتها يعني أكثر من حاجة قالتها الأستاذة ولا علشان كده إحنا قلنا القولون العصبي علاجه أربع حاجات أربع حاجات علشان كده لما يجيني حد مثلا من الكويت يكشف عندي أو من السعودية وبقول دول عربية لأنه الرجل بيبقى لف كتير جدا وجاي عايز يخلص من القولون فقوله هل تعلم حضرتك إنه العلاج بتاع القولون 25% فقط أدوية يقول لي الله 25% بس يا دكتور حسين أقول له 25% 25% التانية إيه؟ تقوية عضلات البطن القولون بيستأسد عليك لما عضلات بطنك تبقى ضعيفة علشان كده عضلات بطني لازم أقويها بالتمارين الرياضية وأشهر تمرينين هو تمرينات الضغط قد ما تقدر لأنه في بعض الناس ما يقدروش الحاجة التانية حضرتك تنام على ظهرك وتجيب ركبتينك إليك أجيب الركبتين إليه وطلحهم تاني واجيبهم وطلحهم تاني ده بيقوي عضلات البطن فيه تمارين كتيرة لتقوية عضلات البطن لكن دول أشهر تمارين من الحاجات كمان اللي يبقى الإمساك فيها تبع القولون أو الإمساك والإسهال يبدلوا مع بعض والأكتر أنهم يبدلوا مع بعض يعني ساعات القولون العصبي يجي بإسهال بس أو إمساك بس أو يبدلوا مع بعض مش عايز أخد كل الحلقة في القولون العصبي لكن الدكتور حسين الشورى قال لنا أنه الأدوية 25% 2 الرياضة 25% بالذات تقوية عضلات البطن 3 الأكل ده مهم جدا 4 وأنا بحطه 1 مش 4 ألا وهو الحلال نفسية لأنه اسم القولون الإيه؟ العصبي طيب دي ولأم البحيرة يتبقى بس تعمل لنا تحليل دم خفيف البراز لأنه وجود مخاط يتبع القولون العصبي ويدخل معنا في القولون التقرحي بالذات لو القلم على الجنبين مش منتصر حوالين السرة معايا اتصال من سهاج السلام عليكم ازاي حضرتك بساز نبيل من سهاج برحب بيك أهلا بيك الله يكرمك حضرتك منين من سهاج؟ من دار السلام يا باشي دار السلام أهلا بيك اتفضل أمورني معايا عيل عيل والد ليه 4 شهور 3 شهور أه ما في كل انتعاب الرأوي يعني كل يوم على دكتوريا ما تقرد خالق ألف سلامة يعني من أول ما تولد ولا بعد كم شهر بدأت القصة؟ أول ما تولد جاعد في حضارة وراء بعد ما دلت من حضارة كل يوم والتاني انتعاب الرأوي ألف سلامة هو تولد في سنه ولا كان أقل شوية يعني مبتسرين لا ولدت سنه بس ولد شغ ولد ايه فانديم؟ شغ شغ آه انتعاب الرأوي دي احنا بنحولها الأستاذ صدرية يعني أنا كل اللي بديه في تخصصي بحاول أساعده والبرنامج ده إن شاء الله هعرض لك كل التحاليل على الواتس اكتب رقم تليفون اللي عليه واتس 0114 114 362 0114 114 362 يا إما حضرتك تبعتلي على المركز بتاعي في المانيال آآ آآ يعني ملف زرف كبير لأنه الواتس مش هيستحمل ده كله 84 شارع المانيال محطة الغمراوي فوق صيدلية عبدين 84 شارع المانيال محطة الغمراوي فوق صيدلية عبدين أو المركز التاني بتاعنا في شارع العشرين فيصل شارع العشرين ناحية صفت اللبن بجوار لو بتكتب ورايا لأنك هتبعتلي ظرف في كل الملف ده وحعرضه على أسادزة صدرية أطفال أسادزة صدرية الأطفال غير أسادزة الصدرية الكبار يعني حد أطفال تخصص صدرية ونسمع رأيه ونبلغ حضرتك في الحلقة إن شاء الله ونرد على الناس سواء على الواتس اللي بعتلي على فكرة برد عليه هنعمل الخمس دقايق كده في الحلقة نرد على الناس ونشوف ردنا على بعضهم قلنا إيه وقال في سلام مركز بتاعنا اللي في شارع العشرين في شارع العشرين من ناحية صفت مركز الدكتور حسين الشورى بجوار كشل السلطان فوق الأدوات الصحية أبو يوسف فوق أبو يوسف للأدوات الصحية لو حد بعت جواب في ظرف كبير فيه التحليل دي برضو إن شاء الله بإذن الله حرد عليه في الحلقة برضو سواء 84 شارع المانيال أو 481 شارع فيصل أو المطلح كبر فيصل أو في الأقصر حتى أهل الصعيد يقدروا يبعتوا على مركزنا اللي في الأقصر شارع التلفزيون بجوار صيدلية الدكتورة سناء النوبي أي رسائل هتوصل على هذه العناوين هجاوب عليها طيب نرجح تاني احنا قلنا الأستاذة ولأم البحيرة هرجح للحاجة مسعدة وبعدها الأستاذ محمد عبدالهادي حاجة مسعدة هنقول بسرعة كده حكينا وملينا الأدوية بتاع الدهون الكبد لكن أهم حاجة في مريض دهون الكبد إنه يخس وكل المراجع الطبية وكل المراكز بتاعت البحوث الطبية قالت لو مريض الكبد اللي عنده دهون على الكبد دهون على الكبد خس عشرة في المية من وزنه دهون الكبد تختفي تختفي لو عشرة في المية من وزنه قال الحالة بتتحسن تماما أنا طبعا كل مرة بحاول أغير من اسم المرض ده ما اسموش دهون على الكبد اسمه الكبد الدهني لأنه كلنا لما ناكل الدهون الزيادة بتتحول لفين للكبد فيبقى الكبد فيه دهون أصلا أصلا في الفيسيولوجي بتاعه وفي الطبيعي بتاعه أي دهون حضرك بتاكلها وبعد ما تتحرك تفضل تروح فين الكبد الكبد يسحب المية منها وتبقى إيه نشا اسمه الجلايكوجين عشان حضرتك لما تجوح الدهون ده تتحول لإيه لطاقة فتبقى مخزونة زي العملات كده سك وعملات تعوزها تتحطى عليها مية وتطلع عليك تاني سبحان الله رباني تماتيكي يعني تمام فبالتالي لو خسينا الدنيا هتتزبت ولكن أحذر من دهون الكبد أكتر من خمس سنين دهون كبد مش بتتعالج بتؤدي إلى تليف كبد طيب معايا الأستاذ عبدالصمد طيب إحنا معانا الأستاذ محمد عبدالهادي برضو وفي إحنا كده الحجة مسعيدة نقدر نقول قلنا الأدوية وقلنا ده إيه بقى أحشاب عشان نبقى فعلنا اتصالي الحجة مسعيدة بزيرة الكتان سواء تتنقع وتتاخد معلقة يبات في المية ويتاخد معلقة ده علاج رائح جدا لدهون الكبد اتنين تتطحن وتتحط على الأكل هايل جدا لدهون الكبد يبقى منقوع بزيرة الكتان ومطحون سفوف بزيرة الكتان وعصير لما يحصر يعني بزيرة الكتان فتطلع الزيت الحار اللي حضرك بتاكله في المطعم مطعم الفول يقولك زيت حلو ولا حار زيت حار بس العصير او لما نحصر الزيت الحار نحطه في إزازة مدهونة بلسويت شفاء مش شفافة يعني معتمة وفي باب التلاجة علشان كده دايما ماقول ايه الرجل اللي واقف في الشمس وبيبيحفول الزيت الحار اللي عنده باز خلاص باز طيب هناخد الأستاذ أسماء من القاهرة ومش هننسى الأستاذ عبدالصمد والأستاذ محمد عبدالهادي طيب معنا الأستاذ أسماء من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ازاي حضرتك يا بكتر الحمد لله يا فندم اتفضلي تحت أمرك لو تمشت والبتي مريضة سكر تفضلي تحت أمرك التحليل بتاعها صايم بيكون مية واتنين واربعين مية واربعين كده يعني والفاطر مية وسبعين أو أكتر أو أجل يعني تمام دي أرقام مش وحش على فكرة وبتخد برشام اسمه فلدا جلوس بلص صبح ما واحد الصبح وواحدة بالليل تمام كام على كام في رقم جنب خمسين على ألف خمسين على ألف خمسين على ألف تمام مرة واحدة ولا مرتين مرتين واحدة صبح واحدة بالليل تمام هي بتاكن مرتين بس ولا بتاكن تلاتة في ناس بتاكن واجبتين بس ها يعني الغدى خفيف بتاعها يعني على حسب يعني مش شرط مش مرة مرتين مرة تلاتة يعني تمام تمام طيب التراكمة الاحكام يا اخت اسماء مش فاكرة والله يا عملا من فترة مش لكن الفترة الاخيرة دي احنا بنحلل في البيت اللي هو سكر صايم وفاطر معنا جهاز كده بنحلل بيه سكر صايم وفاطر طيب انا عايز اطمنك بس ان الارقام مش وحشة قوي يعني مية اتنين واربعين بعد الاكل اذا كنت تقصدي بعد الاكل بساعتين فدي مش مية وسبعين مش وحشة والصايم على الريق مية واربعين مش وحشة يعني حضرتك العلاج على كده يعني حلو تكمل عليه حلو بس عايز اقول شوية ملحوظات يعني حلو لكن طبعا يتبقى عشان نقول حلو تعملين التراكمة اللي هو ثلاث شهور وانا زعلان منك انك بتقولي لعملناها كل فا لا ده كل ثلاث شهور كل ثلاث شهور لانه اديكي شايفة تراكمة كل ثلاث شهور ايوا احنا دلوقت الحمد لله يعني بنحاول ننشر الثقافة دي عشان كل اللي سمعنا وبنعمل مراكز اسمها سكر مزبوط سكر مزبوط كل مراكز ده ان شاء الله هنحط عليها العنوان ده سكر مزبوط الدكتور حسين الشورى سكرك مزبوط مع الدكتور حسين الشورى لانه الحقيقة لو كل المعلومات اللي بقولها في الحلقات الناس عرفتها سكرك هيبقى مزبوط وده اللي انا اتمنى وده اللي انا يعني اعتقد ان انا نفسي الاقي كل الناس سكرها ايه مزبوط انت لما بتعمل شاي تقول للواحد سكرك ايه? قولك مظبوط. فحنعمل المراكز كلها اسمها سكر مظبوط. فالسكر ده قريب من المظبوط. معايا يا سيزة اسماء ولا قفلتي? حضرتك يا دكتور لو سمحت طب هي حضرتك هي شابت المرارة. آآ قبل المرارة كان فيه مساك كده. من بعد ما شابت المرارة بيحصل اسهال يعني غير الاول وقلم كده بسيط يعني في في الناحية اللي هي شابت لها المرارة. تمام. هو بداياتا ده قولون عصبي. مالوش دعوا بالمرارة. قولون مش مرارة يعني بدا عن المرارة منيش دعوا بالمرارة. لا قولون عصبي بس يخد يبالك. لما ناكل دهون المرارة كانت بتهدم لما بيتهضمش ييجي اسهال. فيبقى تاني المرارة لما مشيت والهضم ما حصلش ده حصل ايه بقى? اسهال. اي دهون لما بتتهضمش ممكن تنزل على هيئة ايه? اسهال. اسهال. فيبقى لو حولج القولون العصبي ومعما بيحتت عن الدهون بعدت عن الدهون في اكلها الدنيا هتتضبط بإذن الله تعالى هقول كم معلومة كده اسمعيني يتبقى حاجتين ماما لازم تحليل التحليل اللي بيقول السكر أثر على الكلا ولا لا تحليل مهم أغلب دكاترة السكر ما بيفكروش فيه ولا يجي في بالهم يترى السكر أثر على الكلا ولا لا تحليل مهم جدا 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 أهم من ده كمان الايه العين ماما لازم مرة في السنة تروح لدكتور يحمل فحص قاع عين إلى كل مريض سكر اقبلوا يديك يا والدي أبوس إيدك يا والدي في السنة تروح لدكتور عيون العماء العماء أحد أهم أسبابه هو السكر يظل السكر السبب الأول للعماء للعماء أنا من كم يوم كنت مع حد في قطر وبيشوف برامجي قال لحضرك الدكتور حسين الشورى وحكالي مأساة أن لي والده فقد البصر من السكر لما ما تبحش العين لأنه للأسف كلنا أو أغلبنا بيروح يشوف العين لما تكون بازت طب ليه الدكتور حسين الشورى بقاله خمسة وعشرين سنة بيقول ويهات في هذا المكان وأماكن أخرى أرجوكم مرة في السنة اعمل فحص قاع عين هي مرة في السنة مرة في السنة كفيلة أنها تحافظ على عنيك لأن السكر بيبوض شبكية العين بيعمل نزيف ومرة حنقول إزاي بيعمل النزيف والنزيف بيحصل فيه إيه؟ كل ده حنحكيه لكن نزيف في شبكية العين يؤدي إلى فقد الشبكية فقد الرؤية العماء فليه نوصل للعماء؟ ليه؟ ده هو كشف عند دكتور رمض مرة في السنة يحافظ على عينك يا رب يحافظ على عيون كل مرضى السكر وغير مرضى السكر في العالم كله حاجة التانية فشل الكلوي السكر يأتي على قائمة الأسباب اللي تؤدي لفشل الكلوي فليه نوصل لفشل الكلوي من السكر؟ طب ما احنا نعمل التحليل اللي بقول عليه ده؟ واللي بيه نقدر نعرف الكلة تأثرت بالسكر ولا؟ الكلة أكتر حاجتين يبوزوها ويوصلوا الفشل الكلوي الضغط والسكر ما اللي احنا بنقول ضغط وسكر ليه؟ ضغط وسكر ضغط وسكر ضغط وسكر بيبوزوا الكلة وييجي بفشل الكلوي ويبوزوا العين اللي اتنين برضو الضغط برضو على فكرة بيعمل مشاكل كتير في العين لكن في السكر سبب قوي جدا لفقد الابصار العماء ربنا يحميكم جميعا طيب الحاجات بقى اللي عايزة أقولها بسرعة لأختنا الأستاذة أسماء ربنا يخلي لها مامتها يا رب انه في الصايم الصبح 142 حلو احنا بنقول دايما من 70 ل140 ومسموح كمال لحد 150 فلو حفظت لمامتها على الرقم ده حد يسألني طب هو ليه ده حلو أقولك حتقول لي الله حلو خلاص يا أخي قتل حسين الشورى ما قلنا حلو خلاص لا خالص حلوة عشان هي بتاخد الفيل ده ده وسكر مش وحش بالليل احنا قلنا قبل كده اللي تعملوا بالليل تشوفوا الصبح اللي تعملوا بالليل تشوفوا ايه الصبح وكت محضر لكم النهاردة حاجة اسمها ظاهرة الفجر ظاهرة الايه الفجر انه الواحد يصحى يلاقي السكر بتاعهم ولع الصبح فالصايم أعلى من الايه من الفاطر هنحكي عنها ونقول أسبابها وعلاجها تعالوا نشوف الأستاذ إيمان ونرد تاني أستاذ إيمان السلام عليكم عليكم سيد الله وبركاته ازايك يا دكتور حسين الحمد لله يا فندم المنصورة حضرتك أهلا وسهلا أهلا بك أبليه خليك يا دكتور لأمور يا أختي أخيم كتبتين بس دكتور كني زالواتك لو سمحت تفضلي حضرتك أنا ادايا بالسوبر بيتلمي واجب بص من لو قب في الايد احيانا مش قدرت ميه خالص وفدق بيروح لحاله يعني من غير ما اعمل اي حاجة لايه رواح مثلا يقعد ساعتين او ثلاث ساعات من ساعت من قوم الصبح وبعد كده بلاي خف من نفسه ده من ايه ده مش عارفه عندنا سكر او لا ما عندناش لا خالص ما عندناش سكر لا ما عندش سكر ده بيتكرر كتير في اليدين ولا ايد واحدة لا بتكرر في ايد واحدة بالتزامن معاه بيبقى فيه شد عضلي في الرجل ساعات تقلصات في الرجل شد عضلي بالزبط كده يا دكتور بيحصل طيب الصباح لما اجا رجعه لازم ارجعه بايد تانية يعني الايد التانية ترجعه ولا حتى لو حاولت ترجعه بالايد التانية مايرجعش لا هو مش الصباح الايد نفسها يعني مرفى الايد نفسها كل مفاصل الايد يعني بالزبط كده حضرتك الدكتور احيانا برضو يا دكتور انا مثلا لما كن مثلا نايمة وتانية رجلية ما بقدرش فردها بحس انه عامل زي الخشبة كده يا دكتور تاخد وقت جامد لحد ما فردها ام 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 انا كنت عرضت على دكتور عظام يعني كان دكتورين مختلفين انا بقى الواحد قال لي انت لست صغيرة لان دي بداية هشاشة تمام والدكتور تاني قال يعني ما فيهمتش اوه بصراحة يا دكتور الكلام لان قال لي لأ ده حاجة بسيطة مثلا يعني يعني كل الاتنين اقتنعوا ان هو مثلا ايه زي موضوع داخل على هشاشة عظام بس انت لست صغيرة حاجة زي كده انت كم سنة يا سيدة ايمان انا عندي 36 تمام ربنا يا دكتور الصحة الف سلامة طب احنا عملنا التحليل اصلي في شوية تحليل رائحة جدا بتتعمل تفك التلاصم دي يعني مثلا ما ينفعش يقول لك هشاشة وما عملكيش اختبار اسمه الدكسة اشعة كده بتتعمل اسمها الدكسة الدكسة دي حاجة للهشاشة يا اه يا لأ يعني قصدي الموضوع مش متساب كده برمته والله يا هشاشة والتاني قول لأ مش هشاشة ويضربوا بعض لا خالص احنا ما يدخلش في الهشاشة يعني الهشاشة دي بتبدأ في الستات بعد انقطاع الطمس بعد انقطاع الدورة او الحيض عند السيدة فبتبقى فعلا بيبقى ده احد الحاجات يعني او يبقى نقص كالسيوم شديد فيعني احنا اللي بنقول عليه الهشاشة دي بنعمله حاجة اسمها الايونيز كالسيوم بنعمل كالسيوم في الدم الكالسيوم الحر وغير الحر المؤين وغير المؤين بنسميها كده المعمل يعرف يعمل ده وتعملي اشياء اسمها البيكسا ازا احنا شكين في ده بنعمل برضو اختبار اسم الروماتويد بنعمل سرعة الترسيب يمكن طلبهالك بالضبط كده قال لي سرعة الترسيب بس قال لي كويسة ما بيش فيها اي حاجة انا عملتي فعلا الرجل بتقطق يعني وانت التانيها كده بتقطق وانت بتصلي مثلا او بتركعي خالص لا خالص مفيش كمان اه وده على فكرة احترامل اطرع كلام حضرتك انا سمعك اه ده جاه لفترة وانتها الفترات الاخيرة من حوالي مثلا خمس او ست شهور بيجيلي يا دكتور اطلع مثلا السلم او حاجة اجابوز يعني مش ممكن الاقي عندي هبوط جامد عند رجليه واجعيني لازم اناقعد امشي مشوار اقفة انا رحت الدكتور طب رحت الدكتور عزام طب عملت فيتامين دال لحظة بس عملت فيتامين دال وغده يعني دايما الحتتين دول عفريت العلبة فيتامين دال لازم تعمليه وتبعتيني على الواتس وانا قلت الرقم 0114 114 362 اللي هو 0114 114 362 0114 114 362 دكتور حسين الشورى ده رقمين لعلي واتس الناس بتبعتلي وانا برد بالعلاج على طول من غير ما يجوا يكشفوا عندي في العيادة فاستأذنك هنعمل فيتامين دال وهنعمل تحليل للغده اسمه تي اس اتش لو بتكتب ورايا فيتامين دال وتي اس اتش ده للارهاق على فكرة ده بتاع الارهاق كل اللي يلاقي جسمه كده مرهق خالص يطلع خطوتين يقع ينهج مفيش طاقة مفيش انردي مفيش حاجة المضخة المكنة واقعة خالص نايمة يفكر دايما في فيتامين دال ويفكر فيه الغده الغده عندي حالة ما بتنامش خالص ما بيجلهاش نوم خالص وفضلت تقول الله ما بنامش إلا حصل ما بينامش عملنا له تحليل الغده فعلا طلحت الغده عايز تتظبط عملنا له فيتامين دال طلع فعلا فيتامين دال ناقص وفكركم تاني فيتامين دال لو أقلم العشرين الدنيا وحشة قوي من عشرين لتلاتين مقبولة فوق التلاتين يبقى حاجة كويسة قوي كل ده حنقوله لو توصلتم معايا على الرقم 0-114-114-362 ده واطس البرنامج اللي حضراتكو هتبعثوا عليه أو تكلموني عليه ده رقم تليفون وواطس في نفس الوقت دكتور حسين الشورى أي سؤال أنا حاول أرد عليه قد مقدر ما كانش زي أخونا بتاع سهاج بتاع الالتهاب الرأوي عند الأطفال ده مش تخصصي ومش حافتي فيه على طول قلته ليبعث واعرضه على أستاذه هو ده الغرض من البرنامج سواء يبعث له على مركزي اللي في القصر شارع التلفزيون بجوار سيدالية الدكتورة سناء النوبي مركز الدكتور حسين الشورى سكر مزبوط حنا اتفقنا مركزنا كلها حاملة عنوان إيه سكر مزبوط تمام؟ بعد كده إن شاء الله أوي يبعث لي على 84 شارع المانيال بجوار ميدان الباشا محطة الغمراوي الدور الرابع فوق سيدالية عبدين أوي اتصل على رقم تليفون 253-2-302 برضو حي يوصفوه بالضبط يبعث ازاي أو يتواصل معاه سهل أوي اهو في رقم واطس كل التحليل هتوصل عليه لو الموضوع فيه أشياء على الواطس مش هينفع فممكن يبعثه على ظرف بريد ويختف فيه العنوان هيوصلني برضو علشان أعرضها على أستاذ وقف جنبه مهمة أوى حشان نقفل الموضوع بتاع الأستاذ إيمان من المنصورة إنها تاخد تاخد بزرة البقدونس أو تاخد البقدونس الأخضر لأنه ده كالسيوم ومغنيسيوم نقص الكالسيوم والمغنيسيوم يعمل تشنجات في الإيد تشنجات في الرجل شد عضلي وصوابع تقفش فوق بعضها كده كلا الصابع بيقفش كده مش راضي يفتح في حاجة تاني بتحصل لمرضة السكر هنبقى نحكي عليها لو التسع الوقت اللي هو الجدار بتاع المفصل نفسه ساعات يحصل له تيبس بسيط فالعين يجي ايه يفتح الصوابع دي بإيده يعني الإيد التانية تساعد الإيد الأولى دي ظاهرة كده هنبقى نحكي عنها بتحصل أكتر في مرضة السكر الحقيقة السيد محمد عبداللهيدي اللي كلمني أتمنى يجيب ورع وقلم أسايكلوفير وأسايكلوفير مرهم وأقراس جاريت يجيبهم الصيدلاء وياخدهم حيرايحوا جدا وديكلاك دي وخمسين إذا خد ديكلاك مية وخمسين ياخدوا الصبح بس أو بالليل بس إذا خدوا خمسة وسبعين ديكلاك داليه كاف لام ألف كاف ديكلاك أو أسايكلوفير تمانية أسايكلوفير أقراس مع الأسايكلوفير كريم اللي اتنين مع بعض حيزبطوا كمان ينفع ندي جابتن جابتن مية أو تلتمية مرة في اليوم حيزبط برضو الأمور ممكن ندي به اتناشر سواء التراي بي الحقن اللي كانت زمان رجع التاني أو ديبوفيت بايوفيت نيرو بايون نيرو روبين كوبال أسماء كتيرة جدا 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 فيها به اتناشر ليفى بايون حقنة به اتناشر يعني أنا الحقيقة مهما عملت مش هرد يعني جميل أستاذي اللي اتصل بيا فجأة النهاردة الأستاذ محمد عبدالهادي بفكركم تاني مراكزنا اسمها سكر مظبوط أي حد هيبعت أي حاجة هرد عليه على طول سكر مظبوط في المانيل أو في أول فيصل مطلع كبر فيصل أو في شارع العشرين في فيصل ناحية صفت بجوار كشر السلطان أي جواب هيتبعد على المكان ده هرد عليه على طول أو في الأقصر طبعا أيضا المشاهدين آآ ما الحقناش حتى نقول الأسئلة اللي تقالت حولها كورونا اللي كانت تدور حولها ايه دور الأشعة ايه دور المسحة ليه المسحة ستين في المية بس وغير كده ما بتبقاش قوية ليه الناس ساعات بيجي لها كورونا وترجع تاني هي رجعت تاني ولا في مشكلة طب ليه ناس بعد ما تخفي يعملوا المسحة تطلع إيجابية لأن جوه الأنف في بقايا من الفيروس ميتة ميتة الرجل ده خف بس المسحة إيجابية هو خف بس المسحة إيجابية مسحة إيجابية ليه؟ لأنه حتة من بقايا الفيروس موجودة في الأنف ميتة تدي المسحة إيجابية وهو الرجل أصلا خف معلومات كتيرة جدا هنحكيها في الحلقة القادمة إن شاء الله عزائل وحيدة ان البرنامج كل يوم اثنين ساعة عشرة بالليل قلبي كبير مفتوح من قناة الصحة والجمال بيقف معاكم في تواصل قلبي معاكم قبل كلماتي كلها أبنوا معي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بن عماتك علي وأبوء بزنبي فاغفر لي فإنه لا يخفر الزنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعوتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك مرض في حكمك هدل في قضاءك أسألك بكل اسم إنه لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك انتج على القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وغمومنا يارحم الرحمين قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدق وقال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم كل مقدم البرامج يختمونك حلقاتهم بكلمات وأختمها باتكسام